عند العرب كان يقولوا تزوج امرأة يسكنوا إليها وتزوج امرأة يبني فيها من هون اجت كلمة الابن على اعتبار أنه الابن هو من البناء اللي بينبنى بهالمرأة المرأة يلي بيسكن فيها ويلي بتساوي الحضارة والوجود يعني هالمرأة أساسا عند الإنسان هي الأرض والحضارة والوجود ومش غريب أنه تكون أول إليها على الأرض بالمعنى الفلسفة والمفهومة للإنسان أنه يكون هو الامرأة كلنا بنعرف المجتمع الزراعي كانوا يقشعوا الامرأة هي الإله الأول على الأرض فهالمرأة اللي بتشكل الحضارة وبتشكل الأرض وبتشكل الحماية والأمان والعطاء وجودها تنوع أكيد عبر التاريخ وخلينا نقول أنه حتى مش بس شرط المرأة الفاضلة هي اللي لعبت دورة مهم وعكست صورة مهمة بالأدب حتى الامرأة الزانية لعبة دورة كتير مهم ومن فتركت عم بقرأة لجبران خليل جبران يسوع بن الإنسان بفتكر وبيقلب كتابه يسوع بن الإنسان بنصحكم تقرأ نصه عن المجدلية يلي بيقول أنه يلي حرر زانية المرأة الزانية المجدلية هو أنه المسيح نظر لإله من جوه مش من بره نظر للروح اللي موجودة جواته وبتقول أنه هو يمكن كان أول رجل ما بينظر لإله من الخارج ومن النظرة الشهوانية بل نظر للمرأة اللي جواتي فحررني وهذا الشي رجعت اكتشفته حتى بمحل مع شمس الدين التبريزي لما التقى بزانية كانت تشتغل ببيت جنسي وكمان هيدا الامرأة اللي هي تحولت من امرأة زانية لامرأة متصوفة لأنه شمس الدين التبريزي نظر للمرأة الروح اللي جواتها مش للشكل الخارجي اللي موجود فيها فبالتالي خلينا نقول أنه اليوم حتى الأدب حتى الأدب هو هالمسيح الجوال يلي مارئ بالحضارة على كل امرأة ويا بينظر لإله نظرة الامرأة الحقيقية اللي من جوها وبيوعي فيها أعلى القيم وأسمى القيم يا إما ممكن يكون هيدا الرجل الشهواني اللي بيمرأ بالتاريخ وبينظر للمرأة النظرة الخارجية وبدنسها وبيحولها لأداة ولسلعة جنسية فبالتالي اليوم الأدب تعاطى مع المرأة بنفس هذا المفهوم اللي نحن عم نفتش عليه هو هيدا النوع من الأدب يلي بيكرر صورة الامرأة الراقية حتى لو كان عم يتحدث عن امرأة زانية أو عن امرأة الديسة يعني منلاقي نحن حتى بقلب الكتب المقدسة نذكر قصة امرأة زانية ولكن كنا عم نقشع جواتها الجوهر الحقيقي اللي هو الإنسان